وللحديث أكثر حول التجهيزات المعدة لاستقبال العام الدراسي الجديد ينضم إلينا مدير عامل إدارة العام للتجهيزات المدرسية في وزارة التعليم دكتور أحمد داد دندني دكتور أحمد أهلاً وأسهلاً بك معنا في نشرة التاسعة دكتور يعني العام الأول لعودة الدراسة حضورياً في البدارس في ظل هذه الجائحة كيف تبدو استعدادات وزارة التعليم لانطلاق العام الدراسي الجديد؟ أهلاً وسهلاً فيكم حياة الله ولله الحمد للمنح أننا مستعدين منذ فترة طويلة لبداية وانطلاقة العام الدراسي الجديد من خلال الاستعدادات لطباعة الكتب وتوزيحها شاملة على جميع إدارات التعليم ولله الحمد للمنح وصلت للمرحلة ابتدائية والمتوسطة والثانوية وجاري استكمال الاستعدادات ليصالها للمدارس بإذن الله تعالى خلال الفترة القادمة القريبة كذلك المدارس والله الحمد للمنح مستعدة وجاهزة لاستقبال الطلاب التجهيزات كاملة والفصول وكذلك الأجهزة التقنية في غالبية وبعض المدارس كذلك تم الاستعداد لها بوجود تجهيزات خاصة مثل أجهزة التقنية كالبروجكترات وكذلك المراكز مصادر التعلم تم صيانتها وكذلك المختبرات المدرسية تم صيانتها والعمل على جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات في الوقت المناسب والمحدد من قبل جهاز الوزارة نعم دكتور أحمد أيضا ما أبرز اليوم ما تم احترازيا داخل المدارس لخلق أيضا بيئة تعليمية آمنة في ظل هذه الجائح ولله الحمد لله أننا متماشين مع البروتوكولات الصحية والمبلغة لنا من وزارة الصحة تطبيقها بالشكل الجيد والمناسب في جميع إدارات التعليم متخدين الإجراءات والاحترازات في جميع التجهيزات والاستخدامات للأجهزة وكذلك في المختبرات المدرسية ومراكز مصادر التعلم نعم دكتور خليني أسألك أخيرا فقط عن كيف تبدو اليوم الشراكة ما بين وزارة الصحة والتعليم للخروج بكل هذه القرارات التي في الآخر تصب في خدمة الحد من تفشي هذا الفايروس في المملكة وفي البيئة التعليمية تحديدا كما ترى تطبيق البروتوكول الصحي كامل في المدارس والله الحمد منه وكما رأينا في بعض الصور والاستعدادات كما في المدينة المنورة ومحافظة الأحسى استعدادات جيدة وتطبيق جيد ومناسب لهذه البروتوكولات الصحية المبلقة من وزارة الصحة نعم إذن مدير عام الإدارة العامة للتجهيزات المدرسية في وزارة التعليم الدكتور أحمد الدندني شكرا جزيلا لك دكتور تعد مرحلة الطفولة المبكرة من أهم المراحل التي يبدأ بها الطفل مسيرته العلمية وتسعى وزارة التعليم لتقديم أفضل الخدمات التعليمية والتربوية للأجيال القادمة وزيادة فرص التحاق الأطفال في مراحل رياض الأطفال وتحسين جودة التعليم في هذه المرحلة ضمن خطة التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وبما يخدم التعليم في المملكة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية والتربوية للأجيال القادمة أطلقت إزارة التعليم مدارس للطفولة المبكرة بهدف زيادة فرص التحاق الأطفال في مرحلة رياض الأطفال لتحسين جودة التعليم في هذه المرحلة من عمر الطلاب ورفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة وتنمية مهارات الطفل وتكوين شخصيته في المجالات العقلية والجسمية والحركية والانفعالية والاجتماعية والخلوقية وغرس الثقة لديه وتقديم الخدمات التعليمية والتربوية عبر معلمات متخصصات لطلاب رياض الأطفال والصفوف الأولية في فصول دراسية منفصلة ودورات مياه مستقلة لكل من البنين والبنات بما يتوافق مع الأسس العلمية والتربوية والاجتماعية المعتمدة في هذه المرحلة